إلى مستويات متدنية جداً هبطت واردات الغاز الجزائري إلى إسبانيا بقرار من سلطات مدريد وعزم هذه الأخيرة الاستغناء على إمدادات الغاز الجزائري في أعقاب قيام الجزائر بإغلاق خط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي من جانب واحد وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها سياسة الابتزاز الجزائرية التي أعقبت خطوة قطع الغاز المغاربي الأوروبي دفعت إسبانيا إلى تخفيض وارداتها من الجزائر وبشكل جذري لصالح الغاز الأمريكي وخلال النصف الأول من العام 2022 عززت الولايات المتحدة مكانتها كمورد رئيسي للغاز في اتجاه إسبانيا حيث تم نقل 34.4% من المشتريات من الولايات المتحدة وبحسب بيانات شركة الغاز الإسبانية إينا جاز فقد أشارت الأرقام التراكمية للنصف الأول من العام إلى أن الواردات الأمريكية من الغاز زادت بمعدل 4.3 مرورا من 18184 جيجاوات ساعة في النصف الأول من 2021 إلى 78.078 جيجاوات ساعة بين يناير ويونيو 2022 تشير الأرقام أيضا إلى أن مدريد استوردت ما يفوق 10.618 جيجاوات ساعة من الغاز الأمريكي في يونيو الماضي أي بزيادة قدرها 764.65 مقارنة بـ 1228 جيجاوات ساعة تم شراؤها خلال نفس الشهر من العام الماضي أي بزيادة تفوق ثمانية أضعاف ووفقا لإنجاز فقد تراجعت واردات الغاز من الجزائر عبر خط الأنبيب بنسبة 41.11 في النصف الأول من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق في حين زادت مشتريات هذه المادة الخامة من روسيا بنسبة 3.2 على أساس سنوي خلال الأشهر الستة الأولى من العام وإلى جانب الولايات المتحدة وروسيا تعد نيجيريا أحد مزودي إسبانيا الرئيسيين بالغاز بحجم واردات وصل إلى 14% في النصف الأول من عام 2022